عشان أسألك ني ما عندناش أكتر من باكليفت جامد في مصر دلوقتي؟ عشان يعني بالمناسبة الأهلي والزمالك بيعتمدوا على أجانب صحيح أنت يكفل زمالك والأهلي ياهاي عطيته الله ده على سبيل المثال يعني أبقى صريح معك عشان إحنا ما عندناش اهتمام بالنشئين ويمكن ده حصل وشفناه في المنتخب اللومبي شفناه في المنتخبات النشئين ومازلنا بنشوف في المنتخبات الشباب إحنا ما عندناش اهتمام بقطاعات النشئين مش عارفين نفرز لعيبة يعني سيبك من الأندية دايما مش هقول اللعيبة هقيمه الصغير بالأندية أنا عايزة قيمه من المنتخبات شوف أفريقيا كريم دلوقتي في المنتخبات دلوقتي الناس كلها بتتطور وناس كلها بتعدينا على فكرة احنا بتعدينا أتمنى يعني أتمنى هو هترجع لاتحاده كورا أتمنى هو اللي يهتم بقطاع النشئين يهتم بالنشئين الصغيرين بص الأهل والزمالك وإنبي والمقاولين يعني عدد النشئين اللي بيلعبوا في الدرجة أولا قليلين جدا ودي يعني مش ميزة صحيح زمان كان اللعيب الصغير يعني ممكن أنا لعيبت من 16 سنة فدي يعني ربنا يا ربي دي الصحة كابت محمود أبرجيلا كان هو المدوري الفني في غزل المحلة لعيبت من 16 سنة كريم فدي يعني يعني قليلة جدا لتلاقي العيب صغير طبعا فأنا شايف أن طول ما أنت بتهتم بقطاع النشئين إحنا عندنا لعيبة كويسة جدا لكن محتاجين اهتماما صحيح